أريد أسأل وزير النقل أنت وزير النقل له شنو؟ أريد أسأل الخطوط الجوية العراقية عمي بيعوها عمي بيعوها عمي هذا الطائر الأخضر سلكت أهل أهله عمي حرام عليكم يا وزارة النقل عمي والله بالدول تضحك علينا ولكم والله الدول تضحك علينا شنو يا بطيارات ما كتروح للسعودية تجيب المعتمرين قوافل يقولوا يعني أكو شي صاير بالعالم هي شي واحد مسافر الطيارة حاجز تيكت ذهاب وإياب يقولوا لا والله ارجع بتاكسي لأن طيارة ما عندنا صار لهم 15 يوم وأكثر معتمرين قاعدين بالسعودية بالفنادق وطردوهم من الفنادق لأنه ماكو طيران يجي يأخذهم يقولوا لهم الخطوط الجوية ما عنده طيارات أنت نايم قاعد يا وزير النقل رئيس الوزراء يدري هذول العراقيين تدرون بهم اسمع قحطان عدنان شوف هذا واقع حال خطوط الجوية العراقية ومنوقف الرحلات في الهي والعالم بقي بالسعودية صار لها 3 أيام هاي وحدة من الرحلات صار لها 3 أيام وواحد اتصل علي ومحتمرة اتصلت علي على التليفون قالوا والله العظيم صار لنا 15 يوم يقولوا لنا لو ترجعون بر بالمنشآت لو ماكوا طيران ليه اشيابة هذا محتمل رايح بفلوسه مو بفلوس الخلفوك لكم استحوا لكم ماهي تشتندار الدولة الدولة مو ما تنخلفوكم هاي حقوق آني اليوم لكم والله بالعالم والله والله بعيني بعيني شفتها بأوربة بعيني بأوربة بعيني مسافر اجى لقى الرحلة مالتة مالغية اشتكى على الشركة واخد تعويض اشتكى واخد تعويض قالهم آني مصالحي انضربت وشغلي انضرب من وراء الشركة اللي لغة الرحلة شوف لغة ورحلة وراده ويعوضوه قال له لشي تريد مدرشينو وقلهم أبد اروح للمحكمة حط ايده واصابيع بعيون الدولة احنا احنا انا الدولة تضربك تشلاقي يلا ليك يلا شين جاي تقلي ارجع بطيارة يلا بكيفنا احنا الخطوط الجوية تروح بطيارة ارجعك بتكسي ترى هذا مسافر ما يشتغل عند الخلفوكم انتم بابا مو اهل دولة عمي بيعوها للخطوط الجوية بيعوها خزيتوها هاي 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 اللي اول خطوط بالوطن العربي من اهم الخطوط بالوطن العربي الطيران العراقي اجيتوا انتوا وان ماكوا واحد محتلف